موسيقى أهلاً وسهلاً بحضراتكم معاليم ومعلمات مادة المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي تحت رعاية وإشراف بزارة التربية والتعليم هنتعرف اليوم على أحد مواضيع المحور الأول وهو الترابط الأسري وهنعرف أهداف الدرس وإزاي بيتم تدريسه بطريقة مبسطة في البداية هنسأل التلاميذ كيف تمضي وقتك مع أفراد أسرتك أو إيه هو دورك ومسئولياتك داخل أسرتك هنعطي التلاميذ فرصة يفكروا في إجابة السؤال ثم نستمع لإجابة كل واحد فيهم وهنلفت نظر التلاميذ أنه هنسأل نفس السؤال تاني في نهاية الحصة بعد ما نكون اتناقشنا في الموضوع وهنبتدي النقاش من خلال الصورة الموجودة في أول موضوع الترابط الأسري هنطلب من التلاميذ يحددوا اللي يشايفينه من الصورة ونتناقش فيها هل الصورة دي هي المعبرة فقط عن دور كل واحد من أفراد أسرتك ولا هي الجزء من الأدوار اللي بيقوم بيها كل من الأب والأم والطفل وهنسأل التلاميذ من هم أفراد أسرتك اللي بتعيش معاها ونسيبهم يجاوبوا ونلفت نظرهم أنه مش لازم يكون الأب والأم فقط اللي بيعيشوا معهم ولكن ممكن يكون الجد والجدة أو أحد الأقارب وده معناه أنه كل واحد من أفراد الأسرة لدور أساسي ومحوري في حياتنا ونوضح للتلاميذ مسؤوليات كل فرد من الأسرة وأهميته مثلاً الأب ودوره في العمل خارج المنزل لإحضار المال اللازم للأسرة ودور الأمة داخل المنزل من أعمال متعددة لتوفير جميع طلبات الأسرة بخلاف عملها بالخارج والواجبات والمسؤوليات المطلوبة منه مثل مساعدة الأم والأب والاجتهاد في المذاكرة ومراعاة أخواتنا الصغار وبعد ما نعمل لهم عصف ذهني وبيشاركون إجابتهم بنوضح لهم أن الحب والاحترام والتعاون بين أفراد الأسرة من أهم المسؤوليات التي يتشارك فيها أفراد الأسرة وبالتالي تصبح العائلة قوية دائماً وهنصير تفكير التلاميذ ببعض الصفات المهمة داخل الأسرة ونسأل التلاميذ عن هذه الصفات وكيفية تطبيقها ومشاهدتها داخل الأسرة بيكون إزاي؟ زي مثلاً التعاون إزاي بيتم التعاون بين أفراد الأسرة؟ وإيه هي أشكال التعاون بين الأب والإب أو الأم وإبنتها أو بين الأب والأم أو أحد أفراد الأسرة؟ وده بيساهم بإيه بين الأسرة وبعضها؟ البعض أيضاً صفة الاحترام اللي بيسود بين أفراد الأسرة وكذلك الحب المتبادل بينهم وده بيظهر عن طريق سلوكيات وتصرفات بسيطة وهنسأل التلاميذ عن طريقتهم في توضيح الحب والإحترام بين أسرهم بتكون إزاي؟ وهنوضح لهم أهم العبارات التي تقال مع أفراد الأسرة وكيفية الشكر والإمتنان لهم وكمان عبارات إلقاء التحية في الصباح والمساء والاستئذان لدخول المنزل ومغادرته وطرق الاعتذار إذا حدث خطأ دون الخجل أو التكبر أو العناد والسماح باختلاف الأراء والاهتمام بسماحة والمنقش فيها بين أفراد الأسرة مع إزهار الاحترام والحرص على استخدام كلمات لطيفة عند التحدث مع أفراد الأسرة وهنشارك التلاميذ في بعض المواقف اللي كانوا محتاجين مساعدة أحد أفراد أسرتهم ويستبدوها على بعضهم البعض لمعرفة أوجه التعاون والاهتمام اللي ظهرت في هذه المواقف وكيف أظهر شكرهم وامتنانهم ليهم إحنا كده استخدمنا روتين فكر تعاون شارك بين التلاميذ لعرض أفكارهم ومنقشتها داخل الفصل وفضلا عن المسئوليات التي يلتزم بها التلاميذ هنعرفهم على بعض الحقوق اللي بيتمتعوا بها وبتحميهم داخل المجتمع زي بعض الاتفاقات التي تشارك فيها مصر والتي تنص على حقهم في التعلم وممارسة الألعاب والحرية والأنشطة الاجتماعية والترفيهية والحصول على التغذية السليمة والرعاية الصحية وحمايتهم من العنف والسوء المعاملة وفي نهاية عرض الموضوع على التلاميذ هنعرض عليهم بعض المناسبات والاحتفالات التي تقام وما هي أشكال الاحتفال بها وما هو دوره في هذا الاحتفال وكيف يتعاون مع أفراد أسرته بها وإخبارهم بمدى حبه لهم وإظهار حبه عن طريق عمل كارت بسيط أو أغنية أو ما شابه ذلك ونترك التلاميذ المشاركة مع بعضهم البعض في الأفكار المناسبة لذلك وبكده نكون استعرضنا مع التلاميذ كيفية الترابط الأسري بين أفراد الأسرة الوحدة وأهم استفادة التي تسود الأسرة والمسئوليات الواجبة على كل فرد وكيفية الاستمتاع بالوقت معهم وشكراً وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر